يا صباح الفل يا صباح الحرية يا صباح نفس الحرية يا صباح موت الظلم يا صباح هروب الظلم يا صباح خلع الظلم زي خلع الدرس كده صباح الفل نداء الى جهاز الداخلية المصرية من فضلكم ارجوكم اتعلموا من غلطاتكم ثورة يناير لما وقفتوا في صف نظام مبارك وفي الاخر انتوا اللي خسرتوا انتوا اللي قلعتوا البدلة انتوا اللي كنتوا خايفين تنزلوا الناس تنزلوا للناس في الشوارع كان الزابط بيخبي انه هو زابط ليه؟ لانك وقفتوا في صف الحاكم ضد الشعب وما فيش جهاز شرطة في العالم كله هزم شعب فما تكرروش نفس الغلطة تاني بكل بساطة اقفوا في صف الشعب الشعب مش بينسى الفيديوهات مش بتتمسح من بارح من اجمل الفيديوهات اللي شفتها بصراحة فرحت فيكم لان انا محذركم ايلكوا بلاش يا شرطة تقفوا في وش الشعب ليه؟ من بارح الفيديو بتاع السويس مش هقولوكو بقى السويسة رجالة السويس ستات السويس من البلكونات خلو مدرعة تنفد تفلق تنفد بجلدها من المنطقة ايه اللي مدخلكو جوا عند الغلابة؟ الغلابة ما عندهمش حاجة يخافوا عليها خليكو برا في الميدان الغلابة ما عندهمش حاجة يخافوا عليها الستات يلا يا ولد كزا يلا يا ولد كزا والمدرعة بتاع مها فلق من ستات وقفة في البلكونا بالحلة حدفتكم بالحلة عيب عيب ده يبقى متسجل عليكو عيب الاطفال اللي اتخذت في مسجد او في جامع ابراهيم في محط الرمل في سكندرية العائلة الصغيرة 12 سنة بشورط ورجال اطخان كده ومستقوين وبيشدوا بتشدوا ايه؟ ده العيال ده العيال افتكروا ان انتو مسلحين والشعب ده اعزل افتكروا ان انتو مسلحين والشعب ده اعزل معهوش غير روحه معهوش غير نفسه فارجوكو وقفوا في صفه سبوه يتنفس سبوه يتنفس بقاله ست سنين مكتوم على نفس اللي جابه امه سبوه يتنفس شوية علشان الناس مش هترحم كل مرة دي الشعب المرة دي غضب غضبة محدش هيقدر عليه متقفش في صف المخلوع المخلوع خلاص ورقته كرتون حرق احنا محتاجين الشرطة المصرية ان هي تأمن المظاهرات خلي المصرين يمارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي ده حقهم ده حقهم ده حقهم وبطلوا بقى قانون التورق اللي بقى لنا 40 سنة عايشين عليه بلا شعبط الناس هتنزل هتنزل وما فيش شعب في العالم خف من شرطة ورجع البيت إلا دايما جهاز الشرطة يقع لما جهاز الشرطة وقع البلطجية والحرمية وبتاع وهاجو احنا مش عايزين ده يحصل عايزين المرة دي تبقى الدنيا نظيفة بمعنى ايه المخلوع اتخلع خلاص المخلوع قدام الدنيا كلها اتخلع خلاص فبكل بساطة ما تلعبش على كرت خسران الكرت والحصان الكسبان هو الشعب المصري هو الشباب اللي في الشارع الناس اللي انت بتحاول تقبض عليها دي فلو تكرمتوا يا داخلية يا مصرية وانا عارف ان فيكو رجالة بمعنى كلمة رجالة انا تعملت معهم وانا في السجن والله الذي لايه لها الا هو فيه رجالة في الداخلية المصرية منتهى الزق والادب والاحترام والرجولة اللي في الدنيا كلها وكل ما طلعت في المقام او في الردبة كل ما البنيادم دا كان انضف يعني تعملت مع امناء شرطة كويسين وامناء شرطة مش كويسين انما ما شفتش مثلا ايه تعملت مع الزباط كويسين وزباط مش كويسين انما ما شفتش مثلا رئيس مباحث وحش كل رؤساء المباحث رئيس مباحث اسم العجوزة رئيس مباحث اسم سجن اوسيم رئيس مباحث سجن الاناطر والله الشياكة في التعامل والزوق والاحترام ولاد ناس بمعنى الكلمة هم هم نفس ولاد الناس ده لو حبوا يقلبوا ببلطغية وصيع بتبصت ليه بقى وحش شو هو نفسه رئيس مباحث ده النمع الاقل عنده تمييز انت لازم يكون كمان عندك تمييز كظابط وكمجند في الشرطة لازم يكون عندك تمييز التمييز ده هو انك لو جالك امر بالضرب برصاص حية او بغاز يا عم ادرب في الهوى يا عم هو انت لازم تدرب في السدر اللي بني ادم اللي قدامك الشعب بيعاعدلكو اتنين ماتوا بالغاز واحد مخنوق واحد مش عارف ايه خلي بالكو الشعب بيعاعدلكو والفيديوهات متخليش الغضب اللي في الشعب ده يجي فيكو مشكلة الشعبة مع المخلوع متخليش الغضب اللي في الشعب ده يجي فيكو محدش بيعاديكو متبدقوش انتو ما بدأش ما بدأش يعني الوجع وما بدأش الغضب يزيد وما بدأش المشاكل تحصل غير لما الدخلية ادخلت بغشومية اقفوا احموا نفسكو واحموا المنشآت الحية واسيبوا الشباب يطلع يسرخ في الشوارع من حقه يسرخ الصوت اللي بيطلع من حنجرته ده ما ازاكش في حاجة ما ازاكش في حاجة ما تسيبوا ينطق ما تسيبوا يتكلم ما تسيبوا يتنفس بكده بكل بساطة ماشي اللهم بلغت اللهم فاشهد احنا محتاجين الدخلية المصرية تقف مع المظاهرات لان بكل بساطة انس انس انك تغلب شعب ما تكررش غلطتك تاني هتقلع البدل ما شعب تلبسها المرة دي خالص هتقلع البدل ما شعب تلبسها لان الشعب تتعلم من غلطاته وبصوا والله ما طيقكم والله الذي لا إله إلا هو الشعب ما طيقكم بحلوكم وبحشكم بالكويسين اللي فيكم ومش كويسين فيكم فلو سمحتوا اقفوا في صف الشعب ما تلعبوش على الحصان الخسران الحمار الخسران لانه بكل بساطة خلاص كرتن حرق فبلاش انت تعمل عداوة مع الشعب لان بكل بساطة هتخسر تاني وانت من الاول والاخر جزء من الشعب ده والله يبقول كده بس لان احنا محتاجين الدخلية في وقت معلاش يجي تلفون قطع البس احنا محتاجين الدخلية في وقت لما النظام كله يقعد بقى الدخلية وقفة مع الناس مع الرجال عشان ما يرجعش تاني لنعمل لجان شعبية وما يرجعش تاني يبقى ما فيش امن وما يرجعش تاني البلتجية تصيع والتركب على الثورة والكلام اللي حصل ده كله لأ المرة دي خليكوا معنا من اول لحظة لان كده كده الشعب هو كسبان اللهم بلغت اللهم فاشهد يا دخلية مصرية شايروا الفيديو ده عشان يوصل اللي صاحبه زابط اللي جاره زابط شاير اللي عندك زابط على الفيسبوك شاير لان بكل بساطة لازم الرسالة دي توصل للدخلية صدقوني انتو اخواتنا من فضلكو سيبوا الشعب بلاش تضربوا الناس بالغاز بلاش تضربوا الناس بالرصاص المطاطي او الحية او كلام ده كله الشعب هيعد عليكم الفيديوهات مش هتتمسح المرة دي الغضب ده مش معاكو يا جماعة يا جماعة مش معاكو مع واحد خلاص اتحرق فلو تكرمتو ما تبقوش انتو اللي في الصورة فكر كده وبلاش تقيدو غلطاتكو تاني علشان تبقا انتو ايه ليكو قيمة المرة دي عند الشعب صدقوني الشعب هيفتكر لكم لو وقفتوا معاك كده كده هينزل المدان كده كده هينزل يتظاهر كده كده هيعمل اللي هو عايزه في بلده فانتبقاش انت اللي ايه اللي تاخد ما تخلوش يعلم عليك خليك انت حلو كده وكويس وابن ناس وتفضل ببدلتك وتفضل باشا عشان تفضل باشا زي ما انت اقف احمي الدنيا وشوفنا بعانينا الزابط المحترم اللي منع العساكر بضرب المتظهرين معرفش كانوا في طلعت حرب ولا ايه فيديو كده صغير انه زابط قوات خاصة او زابط بتاع امن مركزي عمل كده وخلى قال للعساكر ارجعوا ارجعوا لان دول شباب صغير اعزل وبيجري منكم فاتقول لا لان لو بكل بساطة بوضتوا واحد فيهم مش هتتنسهلكو مش هتتنسهلكو وهتلبسكو كلكو هتلبسكو كلكو فاكرين الورد اللي فتح في جنيا مصر انتوا اللي قتلتوا وهنرجع تاني بقى الوزير بتاعكم يتحاكم والمخلوع يتحاكم ومين اللي امر بقتل المتظهرين وتبقى مصيبة سودة ومحاكمات وقرف وسجون وبهدلة بلاش نكرر نفس الغلطة تاني احنا تعلمنا الشعب كله تعلم فلو تكرمتوا الزاموا الحياد اوقفوا صف الشعب واحموا المظاهرات لان ده حقنا بالدستوري ان احنا نتكلم شكرا الداخلية المصرية ارجوكو ان انتو تشيروا البيتيو ده كرامة لزباط الشرطة وكرامة للرجال اللي في الشارع وكرامة للستات لو رجالة سمعتلكم الستاتات مش هتصبح لكم ستاتة المصريين مش نوين يجيبوها البر المرادية لشرطة ولا مش بص مش شايفين قدامهم مش شايفين قدامهم اللي مدخلك في حارة جوا عن الغلابة بقولك ما عندهمش حاجة يخافوا عليها مش هيرحموك فلو تكرمت الزم القانون وإلزم صفك وإلزم حدودك مع الشعب المصري لان بكل بساطة مش هتعرفوا تركبه لو كنتوا عرفتوا تركبه ايام العدلي كان زمانكو فما تخشش في معركة تخسرونها تحية كبيرة لجهاز الشرطة المصري اللي المرادية هيثبت فعلا انه جزء من الشعب ده ما هوش أجير وبلطجي عنده واحد قواد وحرامي ومخلوع وهربان ورمة اللهم بلغت اللهم فشد والله ان الفيديو ده لمصلحة رجال الشرطة المحترمين وحط احت كلمة محترمين دي مليون خط المشكلة مش معاكم شكرا شكرا رجال و 1080 شكرا four five five next